بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم معاكم المهندس السماح عبد الفتاح النهاردة هنكمل شرح الساينس للصف الثالث الاعدادي لغات هندخل على طول في لسون وان او هندخل في الالكتريسيتي اللي هي الباب بتاع الكهربية لسون وان فايزيكال بروبيريتز اوف دا ايلكتريك كارنط فايزيكال بروبيريتز اوف دا ايلكتريك كارنط الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي طيب طبعا بيقولي هنا ان الالكتريسيتي plays an important tool in our daily life طبعا كلنا عارفين ان الالكتريسيتي دلوقتي we can't live without it احنا ما نقدرش منعيش من غير الالكتريسيتي ايه الامبورتانس بتاعت الالكتريسيتي انا بيقولي number one it is used to light up our houses factories streets etc طبعا we use it in lightning in a lighting طيب number two operating some machines and appliances طبعا كل الابليانسي والماشين in our houses work with electricity طيب يبقى operating some machines طب هنا بيقولي notebook ان electric energy is the cleanest source of energy as it doesn't pollute the environment يعني لما تجيلي الجملة دي اه في صح وغلط احط عليها صح طبعا the cleanest source of energy انضف مصدر من مصادر الطاقة لانه مش بيلوث البيئة طيب هنتكلم على electric current يعني ايه electric current هنعمل كده electric circuit بسيطة simple electric circuit وعلى فقال دائرة الكهربية عشان فيه ناس بينطقوا يقولوا circle electric اسمها electric circuit with t طيب l simple electric circuit يعني the simplest form is ايه ان انا جيب dry cell واجيب connecting wire واجيب electric lamp واجيب k دول ايه four components دول the most important four components خلاص dry cell هي source of current source بتاع current connecting wire هو اللي حيمشي فيه electric current electric clamp هو load اللي عندي او الحاجة اللي عندي اللي انا عايز اشغالها with electricity والk electric k اللي هو close and open the circuit تمام ما قدرش استغنع عنه طيب هنا بيقول لي ايه ان electric circuit consist of many components خلاص each one of these components do a certain rule كل حاجة من components دي لها rule تمام زي ما قلنا الدرايسل ده the source of electric current connecting wire هو اللي بي connect between the component وعندي electric clamp هو appliance او load اللي عندي اللي انا عايز اشغاله والk هو اللي ايه open and close the circuit طيب هنا جايب لي التابل ده وعمل لي l symbol وعمل لي function او rule طبعا electric clamp flow of electric current هي اللي بتبين لي اذا كان في electric current ولا indicates يعني بيشير الى of electric current طيب يعني بختبر بها هل electric current pass through the circuit or not طيب ده الشكل الحقيقي بتاعها وده السيمبل بتاعها ارسمها كده في electric circuit تمام طيب electric key opening and closing the circuit تمام لما بيبقى open برسمه كده الان two dots دي او النقطتين don't connect or don't touch each other لما يبقى لازم ارسمهم كده ايه touched each other طيب اه ايه تاني ال connecting wire طبعا connect the components of the electric circuit لازم يبقى عندي electric wire يمشي في electric current طيب electric cell دي عندي source of electric current ده السيمبول بتاعها يعني بعد كده لما رسم electric circuit حرسمها كده خلاص two balls one is longer than positive ball one is shorter than negative ball الطويل هو positive والقصير هو negative طيب عندي electric battery electric battery السيمبول بتاعها كده electric battery هي عبارة عن more than one dry cell خلاص يبقى بنرسم free كده or more dry cell تمام طيب هنا بيقوللي note ان two parallel line زي ما قلنا لما نرسم only two parallel line ده بيبقى معناه ان انا برسم dry cell في circuit اللي عندي وقلنا ان التولest line هو positive ball وال smallest line هو negative ball تخلي بالنا من الحاجات البسيطة دي طيب بيقوللي احنا هنستادي اه 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 ممكن اوصل ها في شدة الطيار الكهربي تمام هنشوف بعد كده ممكن اوصل في الالكتريك بتاعتي الفولت ميتر الفولت ميتر ده دي واي كون نكت ده اي بوت انشال ديف رانس الالكتريك بوت انشال ديف رانس فر القهود الكهربي وحنتكلم عنه عندي اه اسمه اوم هو اللي بي از ال ريزيستانس يعني ايه يعني المقاومة مقاومة ايه مقاومة لمرور ال الالكتريك وحنوضحها بعد كده اه ممكن احط ايه تاني في الالكتريك سيركيت ممكن احط ريوستات اكي اسم ريوستات ريوستات ده عبارة عن ايه variable resistance variable resistance يعني باخد منه resistance بقيم مختلفة تمام variable resistance مقاومة متغيرة هنشوف بعد كده ازاي طيب هنا بيقول لي مختلفة ايه ويه ايه دازنت دازنت اليومون ايه دازنت ليلامب هن هتنور في فجر وان ومش هتنور في فجر تو طبعا واضح هنبص الالكتريك سيركيت هنلاقي k closed يعني closed سيركيت معنا ان هي closed سيركيت يعني الالكتريك كارنت هيخرج من الدرايسل اللي عندي وهيمشي في الايه في السيركت فهيمر في اللام وبعدين هيحصل لها ايه إليومينيشن خلاص لكن في نمبر تو واضح ان الكاي أوبن خلاص يبقى دي أوبن إليكتريك سيركت طب ما في حد يقول لي يعني ممكن الكارنت يخرج من الدرايسل ويمشي ويدخل اللام وبعدين ييجي عند الكاي وما يكملش ممكن يعمل كده ما بيحصلش كده مدام السيركت أوبن يبقى الالكتريك كارنت يبقى عندك الطيار الكهربي مش هيخرج أصلا من الدرايسل طالما ان هي ايه أوبن سيركت طيب عايزين تكلم على الالكتريك كارنت هل تفكرت أين كان الالكتريك كارنت جنيريت عمرك فكرت الالكتريك كارنت اللي جيلنا في البيت من السورسز من الفيش اللي في البيت دي جاي منين او بيتولد فين فكرت كده يعني انت بتحط مثلا الساكت بتاع اي حاجة وبتشغل الابليانسز اللي عندك عمرك فكرت الالكتريك او الالكتريكي او الالكتريسيتي دي where where generated طيب الالكتريك كارنت جنيريت ان الالكتريك بارستيشن عندي حاجة اسميها الالكتريك بارستيشن محطات توليد كهربية او محطات قوة كهربائية الالكتريك باور ستيشن دي away from our houses ليه دايما بتبقى بعيد عن our houses لان generated of electricity بيبقى accompanied accompanied with magnetic field مجال مغناطيسي ده بيدر بصحيتنا فالحقيقة دايما الالكتريك باور ستيشن او الالكتريك باور ستيشن بتبقى away from our houses طيب of kilomètres هذي شكل الـ power stations بيبقى فيه towers أبراج كده تورز والتورز دي شيلة كيبلز أو بتتوصل بينها وبين بعضها بكيبلز كابلات طبعا عشان transfer the electric power طيب connecting electric power from the A from the station أو from the generator in the A in the cities to the house هي بتتنقل من الpower station لل cities للمدن وبعدين لـ our houses تمام اه طيب هنا بيقول لي how is the electric current generated زي electric current generated احنا هنعرف الكلام ده what is meant by electric current sorry ايه معنى اصلا الـ electric current طيب اه انا هقرأ الـ nucleus الاول وبعدين هقرأ الـ electrons طيب اه فاكرين احنا درسنا قبل كده ان اي element عندنا اي element في الطبيعة عندنا عبارة عن ايه الـ atom بتاعته عبارة عن ايه عبارة عن nucleus in the center وفيه electrons rotates around it خلاص اي element في الطبيعة الـ atom بتاعته عبارة عن nucleus in the center and electrons rotates around it طب ازاي السيستم ده حصل قالك الـ nucleus دي بتبقى positively charged خلاص الـ nucleus اللي في الـ center دي بتبقى شحنتها ايه positive positively charged خلاص وبتبقى at the center in the atom ده اللي احنا قلناه طيب اه ليه بقى ليه هي positive charge بنلاقي جواها هو رسملي الـ nucleus هنا جواها حاجات with blue color وجواها حاجات with red color خلاص يعني واضح ان جواها two components مش حاجة واحدة عمل لي حاجات blue وعمل لي حاجات red قالك ايه حنعتبر ان الـ blue دي الـ protons نيوكلياس دي فيها bodies كده او particles كده اسمها brutons الـ protons دي شايلة positive charge يبقى الـ protons شايلة positive charge طيب الـ neutrons هنعتبر هنعتبر ان الـ particles دي with red color دي اسمها neutrons الحقيقة neutrons دي دي electrically neutral دي متعدلة يعني بالله الـ neutron شايل positive charge و negative charge at same time فتقدر تعتبر ان neutrons دي zero charge خلاص positive و negative اللي اتنين بيضايعوا بعض فاقدر اعتبر ان neutrons ده zero charge فعشان كده بقول عليه electrically neutral طيب يبقى هنا اقدر اعتبر ايه اقدر اعتبر ان الـ nucleus دي positive charge ليه ما هونت عندك حاجة تانية الـ charge بتاعتها zero كأنها مش موجود يبقى فاصبحت ان عندي protons only وعشان كده الـ nucleus positive charge طيب ازاي بقى الـ electrons rotates around atom rotates around the nucleus حاجة بسيطة جدا الـ electrons دي ليها negative charge خلاص فلما عندي positive charge وعندي برا negative charge فيحصل بينهم attraction force ده نظام خلقوا ربنا عشان الـ electrons دي ما تفلتش وتروح حتة تانية وتفلت بعيد عن الـ nucleus والتركيب الزر بتاع element يتغير خلاص يبقى نيوكليس عندي positive charge بالرغم ان هي فيها two particles طيب وبرى عندي الـ electrons negative charge خلاص بقى بينهم attraction force قوة جذب من الصعب ان في حد فيهم يسيب التاني تمام يبقى هنا بيقول الـ electrons دي negatively charged خلاص وان هي very small particles with rotate around the nucleus لي بيجي هنا give reason لي هي rotate around the nucleus حنقول due to the attraction force between nucleus and electrons ده نتيجة للقوة الجذب بين nucleus وال electron تمام طيب احنا بنعرف ليه تركيب الـ atom طيب احنا دلوقتي بنقول ان فيه attraction force between nucleus وال electrons تمام طب قال لك لو attraction force دي is weak لو بقت القوة دي weak ضعيفة يبقى electrons will leave the atom electrons دي حتسيب الـ atom and become free تمام يبقى دي الـ idea اللي انا هشتغل عليها تمام انا عشان كده بختار لما بعمل connecting wires لما باجي اختار الـ connecting wires الاسلاك الموصلة بتاعت الـ circuits اختارها made up of metals characterized by presence of weak attraction force انا عايزة مادة يبقى فيها weak attraction force ليه لان electric current يا جماعة هو عبارة عن electrons من الآخر انا بقول الكلام ده كله ليه وعمل ليه في وضور ان electric current عبارة عن electrons طيب يعني انا عايزة electrons بس مش عايزة nucleus طيب افك الـ electrons دي ازاي انا اختار مثل تبقى characterized by تتميز ب weak attraction force ان القوة attraction force بين electrons والنيوكلياس تبقى weak خلاص طيب هنا بيجي give reason ليه ان connecting wire made up of metals characterized by presence of weak attraction force يقول give reason ليه الconnecting wires اسلاك التوصيل بتبقى مصنوعة من مواد فيها weak attraction force قوة جذب ضعيف خلاص طيب الاجابة ليه because in connecting wires with electric source electric source اللي عندي في البيت ده اللي هيحصل electro motive force is generated خلاص اللي بتولد حاجة اسمها electro motive force تمام and electrons are pumped وفي بقى electrons بتضخ من source اللي عندي and move in the wires وبتمشي في wires creating electric current وتعمل electric current فمش معقول انا اجيب metal لها strong attraction force يبقى انا لما اجي اوصلها الالكترون هتمشي فيها تقوم هي ايه تجذب الالكترون around ال نيوكليس لأ انا عايز metals characterized by weak attraction force ليه عشان لما وصلها بالsource هتتولد حاجة اسمها electromotive force دي حنعرفها بعد كده electromotive force يعني قوة دفعة كهربية يعني electromotive force يعني source ده بيعمل بامب of electrons هو source بيعمل دفعة قوية من الالكترون تمشي جوه ال connecting wire بتاعي فأحسن لي إن أنا أحط مثل made up of weak attraction force يبقى نقول كده because on connecting this wire with electric source اللي بيحصل واحد electromotive force is generated بعد كده electrons are bumped تمام and move in the wire three creating the electric current وده اللي بيخلق the electric current تمام طيب هاللوقتي نقدر نعمل definition لل electric current هو هو رسمني electric current هو عبارة عن ايه جايب لي جزء من electric conductor مادة كده موصلة وانا تحفظوا يبقى electric current is the flow of electric negative charge هو عبارة عن ايه سيل او اندفاع من electric negative charge اللي هي الالكترون through a conducting material خلال مادة موصلة as a metal wire مثلا زي الميتال wire السلك المعدني نقول مع بعض ال electric current is flow of electric negative charge flow of electric negative charge اللي هو الالكترون through a conducting materials تمام طب هنا بيجيلي جفريز number one the atom is electrically neutral قناها قبل كده ليه الاتوم بتبقى electrically neutral هقول because the number of protons اللي هي in the أو inside the nucleus equal the number of electrons اهو احنا الاول قلنا ان النيوكلياس فيها protons positive و neutrons zero charge يبقى ان النيوكلياس دي مش عند خلاص فكأني بتكلم على النيوكلياس كأنها positive charge وبرة فيه electrons negative charge او بيقول لك number of neutrons equal the number of electrons ودلي بيخلي الاتوم كلها ايه neutral charge متعدلك ان الاتوم كلها zero charge الاتوم على بعضها zero charge او neutral charge ليه انت عندك الnegative equal positive خلاص زي ما عندي في الماس كده بتاخد positive five negative five يبقى equal zero تمام هنا عندي number of protons اللي هي positive equal number of electrons اللي هي negative فيبقى عندي charge عندي zero يعني neutral او electrically neutral طيب احنا قلنا لين نيوكلياس بقى اللي جوه انه نيوكلياس positive charge لان عندي طبعا نيوترون والنيوترون دي النيوترون neutral charge يعني zero يبقى لان عندي النيوترون كأنها ايه electrically neutral برضو كأنها zero فيبقى عندي في نيوكلياس عندي البروتون only كأني شايف البروتون only فتبقى النيوكلياس ايه positive charge انا كتاب لي ايه because it contains protons اللي هي positive charge and neutrons اللي هي neutral neutrons يعني النيوترونات المتعادلة يبقى ليه نيوكلياس positive charge لان هي فيها البروتون اللي هي positive charge والنيوترون اللي هي neutral فكأنها zero تمام هنتكلم دلوقتي على physical properties of the electric current طيب ايه الخصائص بتاعت electric current الحقيقة يا جماعة انا عايز داك وتركز في اليون دي طبعا انا بصور الفيديو دا وطبعا المدارس كلها معلقة عشان حكاية الفيروس كورونا ربنا يحمينا منه ويحمي بلاد المسلمين الحقيقة فتركزوا عشان لغاية لما نمر من الظروف دي الحقيقة غالبا يعني هيحزفوا حاجات بس يعني لكن واضح ان الوزير مصر على امتحانات يعني فايه باب electricity او electric energy دا باب مهم الحقيقة والحقيقة هو سهل جدا يا جماعة ركزوا فيه سهل جدا ما فوش الا وبيجي فيهم بس على كده خلاص وعندي شوية شوية بس هي اي مفهومة طيب يبعد الوقت هتكلم على physical properties of electric current الخصائص بتاعة electric current عندي three properties number one لازم اتكلم على current intensity يعني تخيلوا ان عندي electric current ماشي في conductor فلازم اعرفوا عن طريق current intensity شدة الطيار current intensity شدة الطيار number two potential difference فرق الجه ده هنفهمه potential difference number three electric resistance المقاومة الكهربائية دول ثلاث حاجات وتلاث رموز هي problems كلها بتلعب في الثلاث حاجات دول هنتكلم number one current intensity اهو definition يعني هو بيقول لي ما يبقى عندي current ماشي في conductor كده او في circuit ادي كأن الرسمة بتاعتك كأنك عندك conductor وماشي فيه electrons طيب لو الكوندكتور ده ببساطة كده ماشي فيه little number of electrons شوية الكترونات يعني صغيرة كده ده يبقى ايه low current intensity بقول عليه شدة الطيار ضعيف وباللوج وماشي لو ماشي فيه large number of electrons مش فيه electrons كتير في الحتة دي اللي انا ببصت عليها يبقى عندي high current intensity يبقى ببساطة هو ايه الكسافة او الشدة بتاعت الالكترون تمام يبقى نوح نشوف definition of current electricity او current intensity عايزاكوا تبقوا فاهمين عشان ما تدخلش الdefinitions باضية وتقدروا تكتبوا اللو وانتم عمضين number one electric current intensity يعني quantity of electricity in column يعني column دي يعني الشحنة column دي يعني الشحنة or electric charge شفتوا يعني هي الشحنة flowing through across section of conductor خلاص يعني لازم ياخد يونت أو تايم يونت لازم ياخد وحدة زمنية واشوف بيمر واخد كروس سيكشن كده واشوف بيمر قد ايه فقدر اقولك قد ايه ايه الشدة الطير يعني ايه يعني ما ينفعش اقول مثلا ان الالكتريك كوندكتور ده بيمر فيه مليون of electrons لازم تقولي فقد ايه خلاص افرد عندي كوندكتور بيمر فيه one million of electrons through او during one second عندي كوندكتور تاني بيمر فيه one million of electrons برضو بس during a five seconds لا ما ينفعش لا ما ينفعش لازم ياخد unit of time او time unit واشوف عندي اد ايه شارج flowing through كوندكتور تاني يبقى يعني ايه انتنستي يعني ايه شد الطيار يعني ايه electric انتنستي electric current انتنستي اقول له هو quantity of column or quantity of electric charge flowing through cross section of conductor in one second عملها لي باللون الايه الجرين لازم in one second يبقى احنا عرفنا كده على طول ان انا حكتب ايه i equal q bear t ليه حد electric current انتنستي حدي له رمز i انتنستي خلاص الكولم او الحارج حديها رمز q تمام وطبعا عندي bear one second يعني bear t خلاص يبقى عمري محنسى اللو ده من definition اعرف ان current انتنستي equal q على t تمام طيب يعني quantity of charge اللي هي الكولم q والتايم t اللي هو بالsecond يدينا current انتنستي تمام طيب بعمل المثلث الشهير بتاعي الاي equal q على t عشان اقدر اطلع منه اي physical quantity هو هنا شريح لي اهي quantity of charge bear time ده يديني الكارنت انتنستي اللي هو الوحدة بتاعته اسمها امبير تمام اللي هي كولم bear second اللي هي اسمها في الاخر امبير i equal q على t يعني equal كولم دي وحدة قياس الشارج كولم bear second كولم bear second انا سميتها اي امبير عشان العالم اللي اكتشفه تمام هتكلم على الامبير اللي هي يونت او الميجورينج يونت of current انتنستي زي ما اقول كده الميجورينج بتاعت الماس اقول الكيلو جرام الكيلو جرام انا عندي physical quantity الماس الميجورينج بتاعتها الكيلو جرام يعني انا انا عايز اروح للراجل اقول اديني five كيلو جرام خلاص طيب الامبير برضو هو بتاع current انتنستي خلاص امتى يبقى عندي one امبير انت عايز one امبير طب خلاص انت عندك الامبير خلاص equal كولم bear second صح انت عايز one امبير طيب خلي بقى الكولم one وال second one حديك one امبير يبقى الامبير تذك current electric current intensity passing through a circuit when a quantity of charge of one كولم passing through given cross section in time of one second يعني انت عايز تعرف الone امبير هو ايه الone امبير هو الانتنستي الالكتر current انتنستي passing through a circuit لما quantity of charge تبقى one كولم ولما time يبقى one second ساعتها تحصل على حاجة اسمها the امبير الامبير طيب معرف لي الكولم طبعا الكولم دي measuring unit بتاعت الايه بتاعت charge او quantity of charge خلاص انت عايز تعرف لي الكولم يعني one كولم خلاص خلي الباقي كل one خلي الانتنستي one وخلي برضو time one طيب طيب يبقى تز the quantity of charge transfer by a constant current in tennessee of one ampere in time of one second ساعتها تارب اللي هي a one كولم طيب هنا بيقول لي what is mean by electric current and tennessee passing through conductor is one and half ampere ايه معنى ان الانتنستي one and half ampere ده معنى ان الكولم كانت one and half in one second خلاص الامبير equal q علتي يا جماعة عشان الامبير يبقى one and half يبقى ايه ان يوم ريتور اللي قدام وتحت يبقى one خلاص عشان نحصل على one and half ampere يبقى النيوميريتور اللي قدام one and half وتحت t1 تمام يبقى ايه this means that the quantity of electric charge passing through this conductor in one second equal one and half كولم معنى ايه one and half ampere معنى الشحنة اللي مرت في one second one and half كولم تمام طيب ايه او this means that the electric current intensity that passed through this conductor is one and half ampere او اقول ان هو current intensity one and half ampere تمام انا انا بيقول لي دي اجابة السؤال الثاني the quantity of electric charge passed through a conductor in one second one and half كولم يعني ايه ايه معنى ان الكوانت اللي مرت one second one and half كولم ده معنى ان كان الكوانت بجيبها برضو من اللو ايه معنى كانت one and half كولم ده معنى ان current and tennessee كانت one and half طبعا during one second فهمتوا كله بنجيبه من اللو اللي قدامنا تمام اه طب هنا بديني problems بيقول calculate current and tennessee بحب بعمل كده يعني i equal ch more passing through a cross section due to a flow of five 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 thousand four hundred كولم يبقى dq four five minutes dt ما في حك باللوب بتاع تمام اهو خلي بنى من اليونتز حقيقة في problems مباشرة بس خلي بنى من اليونتز q لازم تبقى بال كولم t لازم يبقى بال second عشان يطلع لي الامبير طيب يبقى time five by sixty هوم دي هالي منتز لأ ما تنفعش لازم t بقى بل second يبقى t عندي three hundred current t equal i equal q per t اهو five four hundred per three hundred equal eighteen ampere تمام هنكمل problem المرة الجاية وحناخد الاميتر الاميتر اللي هو device اللي بيئيز الالكتري current and ten st ذكروا الكلام بتاع النهار ده كويس بس عشان الفيديو ما يطلش عليكم مشو الله مش هتأخر عليكم تمنيات ليكم بالتوفيق ما تنسوش اللايك والشير والأول مرة يشوف الفيديوهات ما ينساش يعمل سبسكرايب عشان توصلوا فيديوهاتنا أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته